بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار ولاد كامل جمعت سهول إخضرت الأرض بعد أن كاد الجفاف أن يأتي على محاصيلها الفلاحية أيام من التساقطات أطلق معها صاحب هذه الضيع الفلاحية العينان لمحراثها بعد أن ارتوت أرضه وأصبحت جاهزة لاستقبال السماد الحمد لله المازوزيدة بادية الوجبادية المازوزيدة في الدراق، اللوبياق، الحمص، الدباعة، باقي المزيانين والبحير، من هدروش على البحير، الدلاح، البتاق، الفقوس، ها كوي، هاد شي اللي كين الضرع اللي جاء مازوز يقدر يكون مزيان وخايج يقصير ما فيش تبن يقدر يجي الحبوب والخرطال يقدر تهوي يولد، الخرطال تيولد، تيولد، وخايسب بلقاء تيولد من الولاد والولاد يقدر يكون مزيان، نقدر خرطال نتمنى في الخير والزرع اللي عام كتير الزرع يكون قصير، تبنى يكون قليل والحبوب يقدر يكون الحب مزيان على الرغم من تأخر التساقطات مقارنة بالموسم الماضي إلا أنها حسب هؤلاء الفلاحين ستكون إيجابية على المزروحات الرابعية كالذورة والقطاني، كما ستساهم في تغذية الفرشة المائية الباطنية أمطار الخير التي عرفتها بلادنا تدارك بها الفلاحون إذن خسائرهم الزراعية وأملهم اليوم كبير في أن تجود السماء بمزيد من التساقطات من أجل محصول فلاحي يضاهي محاصيل السنوات الفارطة أقل